اي ما قلتلكم قبل الفاصل لا تستدرج لقضايا جانبية مهما كانت مهما كانت تمن عشان احنا انشغلنا كتير عن قضايا القلوب واحد من الناس جزاه الله الف خير باعتي صلح معلومة ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بقتل ابنته في الجاهلية انا بس عاوز اوضح له حاجة بقول انها قصة ضعيفة انا عاوز اقول له على حاجة الضعيف يستأنس به في القصص وفي المواعز ما لا يفعل في العبادات وفي الاحكام وفي الشرائع ارجوك انك تاخد بالك من هذه القاعدة يعني هل يجوز العمل بالضعيف في فضائل الاعمال نعم يجوز العمل بالضعيف في فضائل الاعمال تقول لي ما هناك صحيح هقولك ولكن لا يمنعه من استعمال الضعيف طالما في فضائل الاعمال طالما في فضائل الاعمال ركز معايا في الكلمة دي إنما لما يكون فيه شريعة فيه حد فيه حكم شرعي حكم تعبدي لا يجوز استخدام الحديث الضعيف بس قد تقولي القصة في الحالة دي وبعدين هب أنه لم يفعل ذلك هل كان من عبدة الأصنام في الجاهلية ولا لا طيب هتقول لي آه طبعا آه كان من عبدة الأصنام كان من أهل الجاهلية وأسلم وكل الصحابة كده إلا القلة منهم رضي الله عنهم وارضهم جميعا رضي الله عنهم وارضهم جميعا تمام تمام هل هناك أشر من عبدة الأصنام هل هناك أشر وأغلص وأعنف من من عبدة الأصنام يعني هل هناك أسوأ من واحد قتل حمزة وحشي الذي قتل حمزة أسلم هند التي قيل عنها أكلة الأكباد هي لم تمضغ الكبد ده في الحديث الصحيح بقى أو في تصحيح الخبر والرواية لكن هند هذه رضي الله عنها وارضاها أسلمت أسلمت التي سلطت وحشيا على حمزة رضي الله عنهما وارضاهم أو رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين طيب هل هناك أشنع من واحد أتل سبعين صحابي فيما أتعنه قبل كده حضرتك واحد أتل سبعين صحابي وبعد كده بقى اسمه سيف الله المسلول تخيل خالد بن الوليد هو اللي عمل مدبحة الصحابة في غازة أحد لما التف حول جبل الرما بعد ما تركوا مواقعهم كان خالد بن الوليد أيامها على الجاهلية في معسكر الكفر وبعد كده بقى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فالقصص كثيرة ونرجع مرجوعنا إلى هذا المعنى اللطيف الذي يجب أن ألفت نظرك إليه وهو أنه لابد أن يرى عليك أثر الطاعة أثر الطاعة بأنك تترجم رموز الأوامر التي وردت إليك في الحج إلى واقع الحياة عم بتعمل كده يبقى أنت في النقطة أو البقعة الأمنة بفضل الله عز وجل إيه البقعة الأمنة والنقطة الأمنة إن أنت فهمت الرسالة إنك نقلت الإحرام إلى تحريم ما حرم الله عز وجل واحترام حدود الحلال والحرام ترجمة نانسي قنقر